عبر الفيديو شباب وحتى صغار استهوتهم طريقة عرض مشاكلهم الاجتماعية والظواهر المجتمعية في فيديوهات تباينت جودتها في السنة الأخيرة قفزت تدوين عبر الفيديو لمستويات عالية وأصبح لكل مدون جمهور ومعجبين بل ودخل بعضهم حتى عالم التمثيل لا يختلف إثنان على أن البودكاست هو وسيلة لجمع المال عبر اليوتيوب هذه الأموال قد تهير البودكاست الهاوي وتدخله في عالم الاستغلال السياسي من يكتب النصوص ومن يختار المواضيع هل يمكن لمدون فيديو أن يخدم أجندة سياسية وهل هناك من يؤثر على حيادية مدون الفيديو وأي هدف يختاره المدون قبل أن ينتج فيديو وينشره عبر الأنترنت في هذه الأسئلة وغيرها أسعد باستضافة المشرف على قسم مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النهار السيد اسماعيل جربال أهلا وسهلا بيك أهلا بيك يا يسر أزول اسماعيل أزول وكذلك أصغر مدون فيديو في الجزائر إن صح التعبير رأوف ديزاد رأوف مرحبا بيك مرحبا بيك يسر كذلك مشاهدين عبر الهاتف سيكون معي مراد أديعة نعم مراد أديعة عبر الهاتف من وهرن السلام عليكم السلام عليكم السلام مراد مساء الخير ماذا النور الحمد لله وكذلك رمزي مدون فيديو في زنجا كريزي رمزي مساء الخير السلام عليكم دي الرب إن شاء الله إن شاء الله رمزي أبدأ معك شفنا في الأيام الأخيرة قفزة عالية فيما يتعلق بالتدوين عبر الفيديو موضوع كبير موضوع عميق لا يمكن أن نتكلم عن كل نقاط في هذه الحصة ولكن سؤالي هو هل التدوين عبر الفيديو في الجزائر خرج من نطاق الهوات وخرج من نطاق الموهبة ودخل إلى نطاق التجارة وكسب الأموال وحتى الاستغلال السياسي بين قوسين ماذا نقول لك هي بالعربية الحالة رأي كان بزاف ومحبين يديروا بهدرهم أتكلم لش أفنقع ما كانواش يعرفوا بالليغ تكزيستي الناس تربح بهادرهم لأن الناس كانت تديرها باش تشتهر ولا يوروا يعبروا على وش أمحبين يديروا التام هذا كل ما محبين يحضر عليه كل واحده كيفاش بالصح العوام الخرانيين كان الناس وروا لهم كيفاش يقدروا يربحوا درهم خطراش تكزيستي كل واحد كيفاش يدير لأن كان يوتيبر يخدموا بالأدسانس ويخدموا حاجات بزاف وحده أخرين أدراف كان بزاف فايس يخدموا بيهم ليقدروا يدخلوا بيهم الأموال بالصح هنا في الجزائر لا بليو بار ليوتيبر ماشي ديرينها كان في أصغيرة لي مخلطة بزاف هادشي لا بليو بار لهم يديروا واحد فيهم ما ويدي فدرهم طيب كان بزاف فرام يقولوا باليام يستغلوا ويربحوا فيهم بس حمارا مش يربحوا بيهم طيب رمزك يبدأ واحد يدون في الفيديو وهو صغير عندنا رأوف دي زاد راهو معنا في البلاتو يعني هو في عمره 15 سنة الآن راهو يعني ربما نقدر نقوله شاب دخل الشباب يبدأهم صغر نشوفهم يبدأ أماتر هاوي يبدأ في فيديوهات على مشاكل تعزواج مشاكل تعال باطالة وبدأ يطلع الكاليتي ديماج تعال الجودة تعال فيديو تطلع ويطلع معها المواضيع يطلع معها البعجبين والفان والمشاهدين في اليوتوب ثم يصل إلى مستوى أين يصبح يصدر يتكلم على مواضيع سياسية ألا ترى بأن المدون تعال فيديو مفروض يكون حيادي يكون لا يدخل في متاهات سياسية في رأيك كل واحده كيفاش كل واحده كيفاش ضامرتاه ذو كين واحد يحبي بريزونتي الشاب كين واحد يحبي فوسكو احنا يا لقليو بار تاليوتيبر كيفش بدينها ونفيدي كريتيك سوسيال نحكو وش أنا عايشين في الجزائر بس صح على طريقة فكاهية بينصير فوسكال لاش لو كان احنا جزائري تقول له ما تديرش هكذا وما تديرش هكذا يقول لك شكو بش تقول لي ما تديرش هكذا صح كي تديرها له عن طريقة فكاهية يسغلها ويسمحها مبكا فرصة فرصة يقول لك صح كان منها تأسلها في هذه الحكاية في صح هذا هو المساش دوك كل واحد كيفاش يحبي يدير طيب خلينا طرح السؤال صريح آخر فيديو لديزات جوكر أنت شاركت فيه كيفاش آخر فيديو لديزات جوكر الذي أعمل على هذا الفيديو نعم في رأيك لأنه رفض في عدة مناسبات الحديث لوسائل الإعلام في رأيك ما هو الدافع لأن نخدم أجندة سياسية في هذا الوقت بالذات أنا أعطيك مثال بسيط أنت لما تقول لي صوت أو لا تصوت أو انتخب أو لا تنتخب أنت في كبت الحالتين أنت تخدم أجندة سياسية لأنه في أحزاب سياسية ستصوت وأحزاب سياسية مقاطعة ما هي الفائدة عندما يتكلم في موضوع مثل هذا المواضيع مدون فيديو أنا لا أبلش كل واحده كيف شريتعه أنا دكاء أنت على بيركم كيف تقول أنا 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 من قبل أنا قلنا لهم إحنا زنقاوية خاطئنا فوليتيك بلدنا أرضي إليها أخطونا رأنا أنتك هذه قلناها من قبل هذه هي كل واحد كل واحد وغسطوه كل واحد وقضامير تاعه كل واحد شرحه بيدير كل واحد يحب يعبر أنا في ميزي أنا ديزة جوكار أنا في ميزي ديزة جوكار عبر على جميع جزائريين ليراهي عندهم حاجة حرقة في قلبهم حبوا يهضروها وهو عبرها عن طريق تاعه كل واحد كيفش يحب يعبر بس كده كل واحد كيفش عقليته كل واحد كيفش دائرة وكي الناس يقولوا أنا نعودها لك أنا هذه الكلمة سمعتها كي الناس يقولوا باللي الناس عاونوه وقدار وطلع في المستوى حبيبي أنا نقول لك اسمحني يقول لك كيلي يقول لك هذو البودكاستر عندما يلحق عليهم رمضان إذا ما كاش صفقات مع جهات معينة باش يخدموا في رمضان يدوروها النقد كيلي يقولوا هكذا ما كاش منها كيلي يقولوا هذا الكلام ثاني ما كاش منها كل واحد كي يحضر ألي ما كاش منها بس كاللاش واحد كيكون عنده وقت يقدر يدير أنا أنيكزوند احنا زنقا احنا زنقا أنا وثامر فلنسطون ما عندناش وقت باش نقدروا نديروا حاجة باش نقدروا نديروا حاجة باش ننوجدوا حاجة للرمضان إن شاء الله إن شاء الله كيفاش نعم لو كان كانت عن تبقى لاش شاب جزائري دور كان بوالفنا راح يمد دميل أنظر وإحنا نخدمو كيين عيبات بينين هذو البودكاستر كل ما يكون كل ما يكون حاجة نديروا عليها سيجي كل عام نديروا عليها سيجي ما كيف تتغبر ما تبانش يقولوا كينا حاجة أفهم شو نقول لك نعم احنا تعودنا تعودنا أنا يا باريكزوم زنقا كريزي أنا من العمليفات ما بناش من صنفر صحوما ما بناش اقترش كانوا عندنا مشاكل هم بعداتيك دور كارا كيف دينا ما عندناش وقت باش نقدروا نديروا حاجة وحد اخرى أنا ماذا بي ندير حاجة وحد اخرى كل واحد وشي يحكي كل واحد وشي يمد نمتاز سمت أنا يعني نوجد حاجة بريوريتار بوفكاللش أو جاي رمضان ناس لغالب ما ليرزمون يستنون غير فرمضان شكرا لك خطف هذا الإشهار 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 هادو ما يديروا سبونسوريتو ميبانوش عام كمبلي يبانو غير فرمضان هادو المشكل احنا ماذا بينا نخدمه على العمقى نعم شكرا لك رمزي عضو فرقة زنقا كريزي على علينا دخل هاتفية إسمائيل سمعت كلام رمزي قال لك في الجزائر الأغلب لبودكاستر ميخدموش بالأموال هل في رأيك ممكن تشرح كيف يتم جمع الأموال أو على أي أساس يتم كما نقوله كيفاش ليفي ولا كين أمور أخرى بيبلي سيتي ولا كيفاش هي عم كل حال بلاك وش قال الأخر رمزي فيه صدر شوية من الحقيقة وعلاش باش تقدر صدر تمنتيزي القناة تاعك وطولي تدخل دراهم لازم يكون عندك في الشيان يوتيب تاعك أو موان دي ميل باش يقبلها الـ AdSense كيف يكون على Google AdSense هي صدر c'est la fonctionnalité qui permet de de منتزي لشيان يوتيب صدر تحول تدخل أموال باش تدخل أموال ويوصل لك أموال donc أنا في رأي في رأي ما معجوريت على البيان اللي يعني باينين ونعرفوهم ويعرفوهم الجزائرين نتو رابب ببار نقدر نقول باللي عندهم دي كونت منتزيي يعني دي كونت في اليوتيوب اللي دخلوا بهم دراهم اللي دخلوا بهم دراهم نعم قلنا دي جا والموني تزيي لكونت باش يوالي يدخل دراهم لازم يكونوا أمينيموم فلاش شين كمبلت صدر اللي عندو دو تروى فيديو كات ولا لازم لتوطال هدك اللي دو دي باسي ديميل فيو عشر رف مشاهدة عشر رف مشاهدة في قاع القناة باش يقدر صدر يبدا باش يحسبولو لا لا باكي إل Pere دماند الانتغرشن لآدسس باشي يفتح اينك فيj اللحوا اين وارم مور abilم يفتح اينك نوم الآن ل verbal لعد tr sparked كيف يدخلوا دراهم وكيف يحسب المنتان تنقسم على قسمين عندك la pubblicité c'est l'AdSense qui va à la générique sur la chaîne موالفي نشوفو une فيديو هكذا وبالتخرج لك une pubblicité فيها هذه c'est l'AdSense اللي طلعها automatiquement دايير دي فو تلقى une فيديو تحدر على حاجة وطلعك pubblicité ما عندهاش حدش على وكاين المدخول اللي يدخل من جهة اللي هو يعني باش مان كونوش واسمو هو ما قص برابور المدخول يتخل بالإشهار ممتاز معلومة برك إضافية يعني خويسر l'AdSense actuellement نقدر نقولكم l'an 100 avril il ne fonctionne يعني يعني عرو pratiquement رو حابس إلا ماركيت إلا موارف تشوف des فيديو يوتيوب ماراوش يطلع للي publicité وعلاش c'est صدي جوجل راهي تعود على بوليتيك تاع Google AdSense سي برابور الابولوجي دو تيروريزم باش تاني باش ما يعطوش دراهم الناس يمولوا بالك يديروا دي فيديو تاع إشهار الإرهاب ممتاز رؤوف حكينا شوية أنت بدت تدير فيديو وشهرت شوية في الجزائر حكينا كيف كيف بديت وين وصلت بان أنا كي بديت بديت في 2014 ديسمبر 2014 بديت الفيديو في يوتيوب نقدر لك بالتحر عشبال 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 وحدي وبدأت لدي الفيديو وحدي لذلك مع الوقت بالفيديو بالفيديو والحمد لله نحن نتلع شوية وش كان عندك الهدف بتاعك علاك وتحب عدرت الفيديو في الفلاشان يوتيوب وش كان عندك الهدف لوبيت التاكسي كوي كان عندي جز جز بور البليزير حقدت شوف روح في اليوتيوب هذا هو ضحك الغاشي وش كون المواضيع كنت تحكي فيهم مواضيع التي تختارهم كيف تختارهم وين تختارهم يأتي واحد يأتي لك ليس يوجي لا أنا أخيرهم وأنا أكتبهم ايه فمتنين لذلك الحساب 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 انتر شهرت بزاف بعدها في قضية المنتخب الوطني للمدوينين المدوينين هكذا ممكن شوفوا بعض اللقاطات مع الزملاء حول هذه نعم هناك هناك لقاطات نشوفها مع بعضنا ثم نكملوا النقاش هناك الدرطار بزاف رأوف روح المراد مراد معنا عبر الهاتف من وهران مراد مساء الخير مجددا أنت أيضا مدوين عبر الفيديو اشتهرت بمواضيع اجتماعية كثيرة وظواهر في المجتمع من يكتب لك النصوص كيف تختار المواضيع هل لك ربما ويتلقى راحتك في أي موضوع تلقى راحتك وهل عندك طموح بأن تستغل فيديوهاتك لأغراض تجارية ومالية تلقى راحتك تلقى راحتك تلقى راحتك لأغراض تلقى راحتك لأغراض تلقى راحتك لتهم العائلات وبشوية بشوية 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 حتى يصل إلى مواضيع سياسية هل تستهوي السياسة المدوينين لأغراض تلقى راحتك مجدد أن تأكد أغراض تلقى راحتك أو تأكد بشوية حق لأنها كانت تلقى راحتك إذا كان عباد يتبع السياسة في الأغراض تلقى راحتك على سياسة والسناس لديه الحق لا يتكلم على الموضوع كل واحد حر كل واحد يبغي ولكن عندما مثلا أنت مسيس تنتمي لحزب لا إذا كان المدون فيديو لا ينتمي لأي حزب هل يمكن أن يعمل فيديو يخدم حزب آخر ضد حزب آخر في رأيك من هذه الجهة لا 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 هل يستطيع المدون فيديو أن يعمل أي شيء من أجل الشهرة؟ صديبو أنا حسب بنادم قالك صديبو أنا حسب بنادم أنا أوف كما تقولي مشهور في رأيك كما يقولون في التدويم الفيديو نعتقد أنه لازم تدر الحواج فيه أما أنهم من الموزنة تدر الحواج في تدويم الفيديو نفro أما ملابس أما يدر الحواج في تدويم الفيديو هل هناك فرق؟ لا هل تخممها؟ لا هل تخمم المساج؟ نعم هذا المساج يجب أن تضحك للعيبات تضحك؟ طيب مراد مراد أنت معي أيضاً عندما تخمم المشاهدة في اليوتيوب أو تخمم المشاهدة في اليوتيوب أو تخمم المشاهدة في توصيلها لكل صراحة؟ لكل صراحة لا أعتقد أن نبدأ في الفيديو نريد رسالة لأنني أريد أن نفعل ذلك لأنني أريد أن ننقوم بحاجة إلى الفيديو لأنني أتكلم أخير لأنني أتكلم أخير لأنني أتكلم أخير ونقدم أخيراً لأنني أتكلم لأنني أخير لا أتكلم أنك إنسان غير رسائل للنس هل تريد أن تنتج فيديوهات من أجل المرح الضحك؟ نعم ممتاز إسماعيل تشوف أنت في مراد كيف يتكلم تشوف في رؤوف كيف تكلموا على هذا يعني كين هناك من يريد أن يكون سياسي كين هناك من يريد فقط أن الشهرة هل مازلنا في الجزائر هذا المجال مازلنا في الهوات والله هذا هو حقهم أن يتكلموا بهذه الطريقة تعتقد أن المدون تعفيده يجب أن يكون سياسي في رأيك يعني la politica يعني سياسي هي دخلا بزاف في البودكاست في المنط يعني ما تشي سياسي سياسي يقولون انتقاد انتقادوا سياسيين كين شوية سياسي ومباد سيون veut ترانسمتر un message politique ألا أدك سيوت شوزهم بعد تولي حاجة واحدة أخرى ما شي تولي صدي كيفاش يقولوا صدي لانت ريقعت على البودكاست هذاك تتبدل تولي صدي أمر واحدة أخرى ولي يوجه في الناس ولي نقدروا مم بدلوا أسمهم بعد يولي سيبعم بودكاست يولي أوت شوز نعم رأوف انت حاولت أنك القناة التي تتاعك في اليوتوب تعملها تكون قناة رسمية وتشو كيفاش باش تتجمع بيها أموال أو لم تحاولتش نعم نعم أنا دار ديجا مونيتيزازيون في الفيديو تاعي ما زال ما دخلت حتى درعان عندي درعان ما زال ما دخلتانش ما زال ما خرجتانش صحيح بأنه علينا جدت أن يجب أن يتعلم بعض الأسوال لكي يمكنك أن يتعلم مثل في موال يجب أن يتعلم يتعلم في موال يتعلم بين 70 و 100 و 100 و إذا لم يصل إلى 100 و إذا لم يصل لكي يتكرم لهذا مراد في رأيك أنت أيضا كهاوي فيديو إلى أين تريد الوصول الآن بهذه الفيديوهات؟ أنت تطورت الآن ودخلت مع رؤوف وكان ديزر جوكير هو المسؤول عنكم في البرنامج طيب إلى أين تريد الوصول الآن؟ هل تريد الوصول فقط إلى مدون فيديو يتكلم عن مشاكل الناس أو يتكلم عن أمور مختلفة ويدخل أموال وإنت هذه الحياة أم أنك تريد الذهاب إلى أمور أخرى؟ لما في الوقت أيضا أفady بأن أفريد أن еقلد qui сделали تجعر بها أمور أنتعيش bitte لا ماذا لا سي混在 seeking نعم سأُفريقة بشيء يجب أن يكون جيداً وعندما يأتي بشيء هل تريد أن تتعليه؟ لا، نعم هل تريد أن تتعليه على هذا المجال؟ إن شاء الله إن شاء الله يجب أن تتعليه في اليوتوب وطراهن إن شاء الله أيضا تفضل لا لا، يوجد أن تتعليه في اليوتوب ينظر أن ينصر من اليوتوب مليونيور يقولون في الفرنسة سيبريان أو سلوين يجب أن تصل على رمضان في يوتيوب هل ستصل على رمضان أيضا؟ في يوتيوب؟ لا، في حد ما تتعك هذا العام الحمد لله أني ترنيت، لا تتعمل في يوتيوب هذا العام سأقوم بشكل رمضان إن شاء الله هل تخطي التمثيل؟ ويوجد يوتيوب أو تذهب منه؟ نبقى، إن شاء الله نبقى لأنني كنت أصبح يوتيوب ونحن نعمل في يوتيوب عمرك 15 سنة؟ نعم يعني بعد 30 سنة أو 40 سنة كيف ستكون في اليوتيوب؟ الله أبايا إن شاء الله، ستمنى لك التوفيق إن شاء الله هل لديك شيء لايف جديد؟ لا، لا لا، ليس موجود نشكرك رؤوف ديزاد نشكرك سماعيل جربال على حضورنا وشكرا أيضا للمراد ودعا وكذلك لرمزي من ذلك الكريزي مشاهدينا شكرا لكم أيضا حالة سنة إصغاء المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة